بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمنسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطهرين معصمين واللعن الدام على العداء من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم أمين رب العالمين السلام على الحسين السلام على علي بن حسين السلام على أولاد الحسين السلام على أصحاب الحسين نعزي الأم الإسلامية جمعاء بمصاب استشهاد إمام الحسين عليه السلام وعلى رأسها مراجع الدين العظام والمؤنية كافة بهذا المصاب الجلع الذي صدع قلوب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام واقعا أنا انطلاقا موقف إمام الحسين عليه السلام مع الحر ومع ألف فارس كان معه وسقهم جميعا مع خيولهم رجعت إلى الخلف في التاريخ وبينت موقف عبد المطلب السلام الله عليه وكان كيف كان يسق الماء ولذلك هناك عبارة ذكرها المصنف سنطلق منها لأبين طبعا هذا موقف جد أبي عبد المطلب جد بني هاشم فيما يتعلق بالماء وسقل الماء وما هي المواقف التي تتعلق بين بني هاشم وبني أمي على مر التاريخ بينت أكون فقرة حقيقة أكررها لهذه الحلقة للدخول إلى واقع الصفين المتعلقة بإمامنا وكيف منعوا إمامنا عبد المطلب ومن كانوا معاه ولكن لما الإمام صار الماء بيده ماذا فعل وكيف كان رده عليهم هذا ما سنتناهه اليوم إن شاء الله لكن أذكر هذه العبارة التي ذكرها المصنف فقد أقرت الإنسانية جمعا على أن الماء بما أنه من أم وقومات الحياة فهو لا يمنع عن أحد مهما بلغت العداوة بين الناس فإن منعه من أخص صفات المر ولذا كان ذلك مدعاة لمنقصة الشخص الذي يفعل ذلك بل دلت الآيات والرواية على ذلك أيضا وكما نعلم من الدين الإسلامي ودين فطرة فهو داما يدعم ما تحكم به الفطرة ويقويه قال الله تعالى فقد قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حيا طبعا هذا في الواقع ما قدمناه سابقا اليوم لديه موقف فيها قاعد صفين وكيف كان موقف إمامنا مع معاوية ومن كان مع معاوية الذين نكثوا وخرجوا الذين نكثوا العهد وخرجوا علي أمامنا علي بن ابن الطالب وهو الخليفة الشرعي في الكوفة ويقول المصنب في وقعة صفين على شاطئ الفرات قال ابن الأثير في حوادث وقعة الصفين أن علي طلب العسكري موضعا ينزل فيه وكان معاوية قد سبقه فنزل منزلا اختاره بسيطا واسعا أفيحا وأخذ شريعة الفرات طبعا هنا يعني واضح أنه معاوية سبقه يعني فيه أخذ هذا المكان وهذا المكان كان فيه أخذ شريعة الفرات وليس في ذلك الصق شريعة غيرها وليس في ذلك الصق شريعة غيرها وجعلها في حيزه وبعث عليها أبل العور السلمي يحميها ويمنعها لاحظوا يا أخوة ابتداء هو مسك هذا الموضع لكن التفتوا ماذا أدار الأمر وما هي الغاية من ذلك بحيث أنه بعث عليها أبا الأعور السلمي يحميها ويمنعها طيب فطلب أصحابه عليهم شريعة غيرها فلم يجدوا أراد أصحاب إمامنا علمين بطالب شريعة غير هذه الشريعة فلم يجدوا في هذه المنطقة فأتوا عليهم فأخبروه بفعلهم وبعطش الناس عطشوا فدعا أصعة من صوحان رضوان الله عليه فأرسله إلى معاوية طبعا أصعة رضوان الله عليه لديه موقف مع إمامنا علمين بطالب ونخلص أصحاب إمامنا علمين بطالب وحقيقة جديد بأن نذكر موقفه مع إمامنا علمين بطالب عندما آلة الخلافة الشرعية لإمامه طبعا لما آلة الخلافة للخليفة الشرعي ولصاحبه الشرعي إمامنا علمين بطالب جاءه صع صع وماذا قال له مضمون كلامه قال يا أمير مؤمنين أنا لا أهنك مضمون كلامه طبعا لا أهنك ولكن أهنئ الخلافة لأن لأنك ستكون فيها أنا ما أهنك على أن هذه الخلافة يعني هذه التخليفة الشرعي ولكن أهنئ الخلافة أن عليا سيكون فيها طبعا هذا فإبارة كبيرة جدا وتنوم عن عقيدة هذا الرجل الجليل الصحابي الإمامنا علمين بطالب رضو الله عليه فدعا صعصات ابن صوحان فرسله إلى معاويته يقول له إنا سرنا مسيرنا هذا ونحن نكر قتالكم قبل الإعذار إليكم لا نقاتلكم قبل أن يكون الإعذار إليكم فقدمت إلينا خيلك ورجالك فقاتلتنا قبل أن نقاتلك ونحن من رأينا الكفة حتى ندعوك ونحتج عليك وهذه أخرى قد فعلتموها منعتم الناس عن الماء والناس غير منتهين فأبعث إلى أصحابك فليخلوا بين الناس فليخلوا بين الناس وبين الماء وليكفوا لننظر فيما بيننا وبينكم وفيما قدمنا له فإن أردت أن نترك ما جئنا له ونقتل على الماء حتى يكون الغالب حتى يكون الغالب هو الشارب فعلنا فقال معاويل أصحابه ما ترون فقال وليد عقبة وعبد الله بن سعد امنعهم الماء كما منعوه ابن عفان اقتلهم عطشا قتلهم الله فقال عبرهم العاص خلي بين القوم بين الماء إنهم لين يعطشوا وأنت ريان ولكن بغير الماء فانظر فيما بينك وبين الله فعاد الوليد وعبد الله بن سعد مقالتهما وقال امنعهم الماء إلى الليل انظروا إليه أخوة ما هذه الأخلاق وحقيقة الذميمة التي تصب لها معاوية وان كان معهم فعاد الوليد وعبد الله بن سعد مقالتهما وقال امنعهم الماء إلى الليل فإنهم إن لم يقدروا عليه رجعوا وكان رجوعهم هزيمة امنعهم الماء منعهم منعهم الله إياه يوم القيامة قال صعصعت إنما يمنعه الله الفجرة وشربة الخمر طبعا هذا كلام أماهم يتحدث لعنك الله ولعن هذا الفاسق يعني وليد من عقبة فشتموه وتهددوه فرجع صعصات وأخبره بما كان وأن معاوية قال سيأتيكم رأيي فسرب الخيلة مع أبي الأعور ليمنعهم الماء فلما سمع عليهم ذلك قال قاتلوهم قاتلوهم على الماء أمر حتى خلوا بينهم بين الماء أي دفعهم عن الماء دفعوا معاوية جش معاوية عن الماء وأصبح الماء في أيدي إمامنا عبدنا أبي طالب وصار بأيديهم ولكن ننظر مع هذا الكلام الذي نمع الحقد ودناءة النفس من قبله ولكن الذين كانوا حول معاوية لنرى ماذا فعل إمامنا علي بن أبي طالب وقاتلوهم حتى أخلوا بينهم بين الماء وصار في أيدي أصحاب عليهم فقالوا بالله لا نسقي أهل الشام من كان حول إمامنا قالوا بالله لا نسقي أهل الشام باعتبار نفعل ما فعلوا بنا فرسل عني الأصحاب أنخذوا من الماء حاجتكم وخلوا عنهم خذوا من الماء حاجتكم وخلوا عنهم فإن الله نصركم ببغيهم وظلمهم اتفتوا أيها الأخوة كلام إمامنا علي بن طالب والعمق والبعد الذي استكشفوا لهم قال لهم أنخذوا من الماء حاجتكم وخلوا عنهم فإن الله نصركم ببغيهم وظلمهم إنما المولى الجلي صحانه وتعالى نصركم ويجعل الفرات بيدكم ببغيهم وظلمهم طبعا هذا في الواقع هذه أخلاق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الأخلاق حقيقة النجيبة الأخلاق التي تنم عن يعني كيف يتعامل الأئمة مع الناس كيف يتعامل أمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام معهم بالرغم منهم أقدموا على هذا الفعل ومنعوا إمامنا الماء لكن إمامنا في الواقع قال هذه المقولة لأصحابه عندما طلبوا منه بين منعوهم الماء قال لهم أنخذوا من الماء حاجتكم وخلوا عنهم حتى لو يريدون أن يأخذ الماء فخلوا عنهم ذلك نسأله سبحانه وتعالى أن نسير على هدى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يخرجنا من الذنيا حتى يرضى عنا وقد كان ولاءنا البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ولا حقيقي ونسأله سبحانه وتعالى أن رزقنا شفاعة أمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام وقبل ذلك رزقنا زيارتهم في الدنيا وآخر دعمانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة